موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم بكل خير في هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر تطورات تظاهرات ثورة تشرين وخروج بغداد والمحافظات بمظاهرات مليونية اليوم الجمعة لإسقاط النظام في وقت لا تزال الكتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية حائرين لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط شارع الرافض تماما لأي مرشح تختاره الأحزاب وبين صراع السياسي القائم على المصالح فيما بينهم سنبحث ذلك مشاهدين الكرام في هذه المتابعة الخاصة حيث سيكون ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعة وأستاذ حسين مرحبا بكم أهلا وسهلا وحياكم الله وسيكون معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط المدني علي عزيز سيد علي مرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا بكم مشاهدين الكرام فاصل ولنا عودة إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من قناة الرافدين الفضائية حول تطورات تظاهرات ثورة تشرين وبالتالي خروج بغداد والمحافظات في ساحات التظاهر سنتوجه بسؤال أولا إلى الناشط المدني علي عزيز أستاذ علي عزيز اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين دعت اليوم للاحتشاد في ساحة التحرير حبذا لو تطلعنا على آخر التطورات في ساحة التحرير لهذا اليوم الجمعة نعم إحنا طبعا برغم رجاءت حاليا يعني بعض المحافظات من بغداد والسرعة الأوسط والجنوب بعين إلى حشود مليونية إحنا طبعا نتعود هذه الحشود كله لتخميس ونهار جمعة حتى نثبت ونظرها للعالم كله نحن ماضين بسياستنا ماضين باحتجاجاتنا بالمظاهرات السلبية إلى حين أصباق العملية السياسية التي جعلت العراق عبارة عن مطام من سنة 2003 أو لحد الآن نعم أستاذ حسين السبعوي سنتطرق في بداية الحديث مع جنابكم الكريم حول استقالة برهم صالح أو مشروع استقالة برهم صالح الذي يعني ربما سيوافق البرلمان أو لم يوافق البرلمان على تقديم استقالته وبالتالي سيكون هناك فراغ دستوري دولة بدون رئيس الوزراء وبالتالي يلحقها بدون رئيس الجمهورية هناك يعني لنأخذ تصريح اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين تقول برهم صالح يحاول بقرار تقديم استقالته إلى البرلمان أن يظهر بمظهر الدعم للتظاهرات هل نجح أو سينجح في ذلك أستاذ عسين؟ بالنسبة لستقالة رئيس الجمهورية هي الحد الأدنى الذي يطالب به المتظاهرون والحد الأعلى الذي يستطيع أن يقدمه برهم صالح برهم صالح لا يستطيع أن يستخدم صلاحياته مع الكتل السياسية الموجودة التي لديها أذرع أسكرية وميليشيات هذا معروف اليوم وخاصة كتلة المناء لديها أغلب الميليشيات من ضوية تحت هذه الكتلة إضافة للقوات الطائفية والمسلحة التي تنضوي تحت هذه الكتلة والتهديدات ودور الإيراني تعترع على هذه الكتلة فبالتالي برهم صالح لا يستطيع أن يقدم أو يستخدم صلاحياته في طلب حل البرلمان فإذا لا يستطيع حل البرلمان أعتقد أقصى ما يستطيع أن يقدمه هو أن يقدم استقالته استقالته للبرلمان أو رسالة التهديد التي حسب ما قرئت بأنها هي رسالة تهديد بالاستقالة للبرلمان في حال لم يسحبوا الكتلة السياسية مرشحين تثمر الشحين تقدموا للانتخابات السوداني قصي سهيل أسعد العيداني جميع هؤلاء هو يدرك بأنه الشعب العراقي رافضاً له لا يستطيع أكثر من أنه يقدم استقالته ويذهب إلى السليمانية ويترك المشهد حقيقة هو هذا يعتبر إنجاز المتظاهر إنجاز اليوم عندما تكون رئاسة الوزراء تستقيل والرئاسة الجمهورية تهدد بالاستقالة أو قد استقالت تعتبر حسب تصريحات بعض المسؤولين إذن هذا إنجاز المتظاهرون اليوم خطوا خطوات متقدمة في إنجاز مهامهم التي أرادوا إسقاط هذه العملية السياسية واستبدالها بعملية سياسية جديدة هي على شكل مراحل المرحلة الأولى أسقطوا الحكومة المرحلة الثانية قدم استقالته أما بخصوص الاستقالة لا يستطيع أكثر من ذلك أن يقدم لا يستطيع لأنه عنده خيارين خيار حل البرلمان ولا يستطيع وخيار الاستقالة أو يقبل بأسعد العيداني إن قبل بأسعد العيداني فمعناها كأنما استجاب للقوى السياسية على حساب المتظاهرين هذا ثانيا علينا أن ندرك في فرق بين استقالة عبد المهدي واستقالة مرحل صالح كلاهما هم هدف للمتظاهرين لا يختلف على ذلك لكن الفرق بين استقالة رئيس الحكومة على الرئيس الجمهورية رئيس الحكومة استقال تحت ضغط القوى السياسية وليس ضغط الثانيا استجابة للمرجعية حسب ما قال هو في تصريحه برهم صالح قال يعني عدم استجابة للقوى السياسية جعلت منه أن يقدم استقالة لأنه لا يستطيع أن يوفق ما بين المتظاهرين وما بين القوى السياسية فإذن هذا أكون فرق ما بين نوع هذا الاستقالة والنوع تلك الاستقالة وإن كانت كلاهما تحقق هدفا للمتظاهرين في إسقاط العملية السياسية وهذه القوى التي استولت على العراق منذ 2003 وإلى العام طيب أستاذ علي عزيز يعني تعقيبا على ما تفضل به الأستاذ حسين السبعاوي إذا رئيس الجمهورية خنع وخضع لأحزاب العملية السياسية بترشيح أسعد العيداني اللي هو الآن واضح في الصورة بعدما كان قصي سيهل هو ربما يكون الأوفر حضر لتولي رئاسة الحكومة هل ستقبلون بأسعد العيداني رئيسا للوزراء أستاذ علي عزيز نعم طبعا بالبداية أتخليني شوية يعني عقبية المهنية أكثر وما ينظر في اليوم الشارع المتفض في بغداد وباقي المحاصلات بالنسبة للإستقالة هي إستقالة ليست التامة الرجل أعلن استعداده للإستقالة هذا الموضوع طبعا هو بالإستقالة هذا الشيء إحنا كمتظاهرين اليوم استثمرنا أنه نتبث للعالم كله أنه الميليشيات اليوم التي تنفتد بالأراق اللي هي مملوكة للأحزاب الحاكمة هي ذات الميليشيات التي قتلتنا وخطفتنا وقنفتنا وعذبتنا وهي ذات الميليشيات باتت تهدد رئيس الجمهورية فما معناها هذا اليوم التهديد بالإستقالة هذا يتبث للعالم كله أنه اليوم التراق في رمضته هو أثير بهذه الميليشيات التي كنا نسميها المنفلتة لا لكنها غير منفلتة اليوم هذه الميليشيات بيّنت أنها غير منفلتة وعنان هذه الميليشيات توفية أحزاب السلطة القادعة بالمنطقة الخضراء والرئيس برهم صالح لا يمنص القدر على مجابة هذه الميليشيات بالرغم من تحفظاتنا المتتالية على مواقف ضرهم صالح بالفترة السابقة لكن هذه التلويخ بالإستقالة أثبت للعالم كله أنه اليوم العراق كله هو بات أثيرا للدولة العميقة الدولة العميقة اللي هي دولة هذه الميليشيات دولة طبعا هذه الميليشيات تملكها مؤظم أحزاب تحالف البناء اللي احنا سميناها تحالف الهجم وليس تحالف البناء ونحن اليوم كمنتفضين نطالب في اجتساد كل أحزاب تحالف البناء من العملية السياسية بالعراض طيب أستاذ حسين الكتلة البناء مصرة على أن يكون المرشح من بين كتلتهم رشحه محمد يشاع السوداني اللي استقال من حزب الدعوة وأيضا استقال من دولة القانون اللي هو كان عضو فيها وأيضا أسعد العيداني اللي ما قدم شيء للبصرة حتى يقدم شيء وهو بمنصب رئيس الوزراء وبالتالي أيضا قصي سيهيل اللي كان المرشح مثل ما ذكرت قبل قليل هو الأوفر حظا كتلة البناء لأنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان مصر على أن يكون المترشح من داخل كتلة البناء أولا هي ليست الكتلة الأكبر طيب بمفهوم أي نظام برلماني الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تفوز في الانتخابات طيب الكتلة الأكبر بمفهوم لا يشبه أي نظام بالعالم طيب هذا واحد هي ليست الكتلة الأكبر كتلة البناء الآن قدمت ثلاثة مرشحين رفضهم الشرح لو قدمت ثلاثين مرشح آخر مثل محمد الشيع وقصي سيهيل وأسعد العيداني الشرح سيرفضهم لكن أيضا سيستخدمون طريقة جديدة مع المتظاهر أنه يقدمون شخصية أخرى وأسعد العيداني يدركون أنه سيكون مرفوضا من قبل الشارع الشارع من قبل الشعب طيب اللي هو الشارع يمثل الشعب طيب يدركون أسعد العيداني مرفوض وما هيئين شخصية أخرى بعده لعد ليش هذا الإصرار لأنه حتى الشعب يقول أنتم ش تريدون كل ما نجم لكم ما حت ترفضوا يا سيد نحن نريد رجل وطني نريد رجل مستقل لا مستقيل نريد هذا القصة هما ما يأتون بمستقل يأتون بمستقل قبل ساعة هم يأتون من ضمن المنظومة التي خرجت أو خرج عليها المتظاهرون فبالتالي يقدمون الخامس والسادس والسابع وهكذا المتظاهرون أيضا يرفضون حتى الشعب يقول أنتم ش تريدون كل ما يجبكم واحد ما تقبله إذا تريدون تحطون الحياة بالعراق وتشلونها القيادة التظاهرات على وعي تام وقيادة فعلا يعني على الشعب أن يثق بها أنها تدرك متى تزيد زخمة التظاهرات متى ترفض وكيف ترفض وكيف تحرك الشارع اليوم ثلاثة أشهر هذه القيادة حركت الشارع مئات الآلاف صحيح من المتظاهرون في الشارع ومعرفة عن الشخصية العراقية شخصية يعني ثورية لا تتحمل هذا السلمية المفرطة صارت مع هذا استطاعت أن تضبط البوصلة بدأت تتجاوز ثلاثة أشهر وبزخم عالية ثلاثة أشهر في جو مثل العراق أو ضع مثل العراق وقدموا هذا المئات من الشهداء بمعنى لا بد أن تكون في حالة تراجعية على العكس تجد في حالة تصاعدية إذن هذه القيادة هي تدرك ماذا تريد وتعرف ماذا تريد وهنشأ أدى التوقيتات على ضغوء التوقيتات تعتقد الفترة حتطول أكثر؟ حتى لو تطول هذه القيادة قادرة على قيادة التظاهرات مهما طارت الفترة ومهما كانت تطعت في تحقيق أهدافها لأنها مصررة على أهدافها مفراغ دستوري أستاذ حسين يا سيدي اليوم الدستور صار منخل شنو مفراغ دستوري شنو خارق دستور هو الدستور منخل من 2003 إلى الآن الدستور العراقية نص على حضر تشكيل ميليشيات الميليشيات شكلتها الدستور العراقية نص على عدم مشاركة القوات المسلحة بالعملية السياسية وكتبينها مجموعة ميليشيات داخل العملية السياسية كتب الدستور العراقية نص على عدم الاعتقال شخص أكثر من 48 ساعة وصرهم 4 سنين في السجون والجثث المجهولة والغفاء القصر فالدستور صار منخل اليوم يتكلم لحد الدستور بعدين اليوم رئيس جمهورية مستقيل رئيس حكومة مستقيل طيب شو بقى من الأملية السياسية اليوم أكو دولة عميقة مثل ما تفضل الطائف علي عزيز دولة عميقة وميليشيات موجودة على الأرض لا تمسك بزمام الأمور في العراق طيب نعم أستاذ علي عزيز حتى ما غادر هاي النقطة برهم صالح إذا كان حق يريد تقديم خدمة لأبناء العراق عليه أن يستخدم صلاحيته بموجب المادة 64 من الدستور هاي المادة تقول هو يقدر يعني بحل البرلمان وأجراء انتخابات مبكرة بعدين يشكل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلاد أنتو شون تنظرون إلى برهم صالح ليش ما يخطي هاي الخطوة حل البرلمان وأجراء انتخابات مبكرة وينتهي الموضوع كله نعم ساذي العزيز برهم صالح اليوم هو موظف الجمهورية العراقية بأعلى درجة درجة رئيس جمهورية نعم يبدو أنه يعني صعب أن نقنع العالم بهذا الشيء لكنه أسير لدى الأحزاب الميليشياوية يا أخي برهم صالح لوح بالانتقالة وخلى الكتاب موجود أو دع الكتاب لدى البرلمان رأسة البرلمان ومن ثم غادة إلى السليمانية طبعا فهذا الشيء ما يعني يعني شيء ثاني يخلي العالم كله يعلم شيء الدستور العراقي الذي كتبه بعد الاحتلال هذا الدستور بحد ذاته يحتاج إلى دستور آخر لتفسيره اليوم الدستور العراقي بقوانين بنقاط وحدة آرض الأخرى فلذلك اليوم برهم صالح أو ليس برهم صالح فقط أي رئيس جمهورية وتتعرف مصد رئيس الجمهورية ومصد تشريفي اليوم بالعراق من الاحتلال ولحد الآن ما يقدر يعني أنه يقف بوجه هذه الميليشيات وهذه الأحزاب أخي إحنا الآن دولة بداخل دولة بداخل دولة الآن حتى داخل الميليشيا يوجد جناح أسكري وجناح أسكري متقرر انتبه داخل الميليشيا بالرغم من أنه هي ميليشيا فإن تقيف على هذا الأساس نحن الآن نعيش بغابة اسمها غابة سوادي الرافدين طيب أستاذ حسين أنتقلوا إياك إلى موضوع الخطبة المرجعية هذا اليوم الجمعة لم يتطرق إلى أمور سياسية ولكن يعني ربما أشار إلى مسؤولية المتظاهرين عن كل ما يجري وأيضا قال إن من يتصف بأهل العقل والحكمة لا يعطي رأيا جزافا وهذا بإشارة واضحة إلى المتظاهرين شلون تابعت بأنه المرجعية هذه الجمعة لم تتطرق إلى أمور سياسية شالت إيديها يعني من بالنسبة لي أعتبر أي مرجعية سنية الشيعية العربية الكردية المسيحية عدم تطرق إلى الشأن السياسي هو حالة إيجابية دخولها بالشأن السياسي وخصوصا في حالة مثل العراق هو تأزيم الموقف اليوم من 2003 وإلى الآن ونصبع خطب المرجعيات والدين ويعني دعما لهذا النظام الفاشستي الموجود داخل العراق النتيجة كانت سيئة إلى أسوأ إلى أسوأ العراق لا يصلح له نظاما فيوقراطية نظاما دينيا سلطة دينية سلطة زمنية هذا لا يصلح بالعراق هو لا يصلح للعالم تحديدا من العراق أيضا لا يصلح العراق حالة خاصة لو يصلح بالعالم كله هو لا يصلح بالعراق بسبب تعدد المكونات تعدد المذاهب تعدد الأديان هذا لا يصلح مو من 2003 لحد هاي اللحظة يعني إذا واحد يريد يرشح نفسه إلى رئاسة الوزراء أو للبرلمان لازم يروح للمرجعية هذا هو وجه القلب أنه اليوم السياسي الذي يأخذ خلاله نقول سكى الغفران من المرجعية ليه قدام هذا ضع لي اكس من أي مرجعية كانت سواء كانت سنية الشعية كما ذكرت لك أي كانت لحظ مرجعيات الدينية من مهمة إصلاح الشعوب والمجتمع وإلى آخرين كيف بمرجعيات كل يوم تتكلم عن قضية سياسية والسياسين بمجموع أو بغالبيتهم مجموعة قتلة وفاسدين ألا استطاعت أنه تصلح أولاء السياسين حتى تتكلم بالشأن السياسي أنت كيف تتكلم بالشأن السياسي وعندك مجموعة السياسين قتلة صراق المال العام يعني مزورين كل الموبقات ما رسوها من باب أولى أن نصلح السياسي قبل أن نتكلم بالشأن السياسي إذا عندنا مجموعة فاسدين المرجعيات عموم المرجعيات أين كانت المرجعيات أن تصلح أولاء الفاسدين لا أنت تتكلم بالشأن السياسي انتخابات فلان يوم انتخابات مبكرة فلان وزير من فلان الكتلة هذا ليس من شأنها وقد زاد الطيم بل في العراق عندما كان لها دورا نتمنى أن لا تكون هذه آخر خطبة للمرجعية بعدم الكلام بالشأن السياسي أن تستمر بعدم الكلام عن الشأن السياسي وتبدأ في إصلاح المجتمع وتتكلم عن الأخلاق والقيم والفساد العام هذا هو دورها أرث منها لا تكون هذه آخر خطبة أستاذ علي عزيز حتى ما غادر هذه النقطة اليوم المرجعية في النجف لم تتطرق إلى أمور سياسية هذا من مصلحتكم أنتم كمتظاهرين لو ضد مصلحتكم نعم بالنسبة لعدم تطرق الموضوع السياسي اليوم نحن نتصوره أنه ما معناته يعني وصلت لمرحلة اليأس من هذه الجمرة الفاسدة اللي إذا تحكم العراق طبعا يدعون أنهم صبراء بالسياسة هم الذين أفضعوا رؤوسنا طبعا على مدى 16 سنة بالتحليلات وبالكلام السياسي فأنا أتصور أنهم مرجعية مثل ما نزولة يعني بالعامية باللهجة البغدادية أن المرجعية غز تفيدها من عدهم بعض يعني أنه ده تشوف أنه القاتل تيزيد الخطف تيزيد الاختيالات تزيد عندك وبالضرعون من كل هذا الأسرار يأتي الأسرار بيزيد على تمرير مرشح من تحالف البناء مرشح عائد لأحد أحزاب السلطة الحاكمة وبالتحديق من حزب الدعوة يا أخي يعني هذا الشيء بيشوفون هالأسرار هذا يعني ما معقول لهذا الشيء بيخر هذا وإحنا كذلك نزيد أسرار هم بيزيدون أسرار وتنزيد أسرار وبالتالي وبالنتيزة والمحاصلة النهائية هذا دائما نحن يعني نذكر بين الناس لابد للإرادة الشكعبية نعم أستاذ حسين أريد أتناقش معك في موضوع قانون الانتخابات الجديد نبدأ أول شيء من فوضية الانتخابات التي تشكل عن طريق القضاء المفروض يتم اختيار المفروض يكون ترشيح القضاء وبالتالي إجراء قرعة وهذه القرعة التي تفرز القضاء التي سيشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة إن كانت هناك انتخابات برلمانية قادمة اللي صار بأنه في القانون الجديد يتم اختيار القضاء وليس ترشيحه بالتالي الاقتراع شون تابعت هاي الآلية؟ أنا تابعت أولاً هو ليس اختياراً أيضاً مهنياً واختياراً وطنياً بقدر ما هو اختيار أيضاً على شكل حزبي المكون الفلان يختار الكتلة الفلانية تختار الكتلة الفلانية تختار فلان قاضي فلان قاضي فلان قاضي طيب كل واحد يختار لها ثلاثة هو اياهل يطلع ماك مشكلة يعني بالتوافق بالتأكيد هو هذا الذي حصل مجموعة قضاءات عددهم ألقد أكراد لهم حصة جماعة الحلبوسي أو السنة هكذا يقولون كتلة البناء ومكون الشيعي نفس الموضوع مجرد الموظف من أن يكون موظف إداري أن يكون موظف قاضي أما قضية الطائفية والمحاصصة الحزبية داخل المفضل مفضل بقت كما هي موجودة والآن تكون أتقى أكثر إتقانا لماذا؟ لأنه عادة يعني ما احترامنا القضاءات اللي يرشحهم أو القضاءات العرقين عموما أنه يدركون كيف يدير اللعبة على خلاف الموضوع الإداري خصوصا القضاءات من الصعب أيضا على المواطن العادي والمتابع والناشط أن يتكلم لأنه سيطالبوا بالأدلة وعادة يدركون كيف إخفاء الأدلة فإذن الموضوع هو نفسه اليوم الشعب الحراق المتظاهر عندما خرجوا يجب أن يكون التغيير جذري من القاعدة إلى الهرب تغيير كامل اليوم نفس القوى السياسية ترشح هي مفوضية وهي تقوم أيضا تطالب بتعديل دستور هي تعدل دستور لاحظ هي تطالب بنظام رئاسي على مزاجها يعني ليس كذلك ما هكذا تورد الإبل ولا هكذا يريد المتظاهرون المتظاهرين يريدون أولا أن تكونوا أنتم على جنب طيب ثم يبدأونهم سواء كان نظاما برلمانيا رئاسيا أي كان نظام بعديا المفوضية تكون مرشحة من قبل قوى وطنية جهة وطنية مستقلة كاملة وليست مستقيلة هذا أو ليس حتى مستقيل طيب المستقلين نعم فإذا القصة كما هي كأنك ما غزيتها بزيت نعم طيب أستاذ علي عزيز أنتم خرجتم كمتظاهرين لإنهاء المحاصصة الطائفية إسقاط النظام بالكامل لكن دعني يعني أركز على هذه النقطة اللي هي المحاصصة الطائفية القضاءة مثل ما وضحت قبل قليل بأنه الموضوع مفوضية الانتخابات عن طريق القضاءة يتم ترشيحهم وبالتالي تجرى قرعة لاختيار حسب الأصوات طبعا إذا يفوز قاضي من القضاءة أو مجموعة من القضاءة هم اللي يشرفون على موضوع الانتخابات القادمة في العراق الأمر تم اختيار القضاءة مثل ما تفضل أستاذ حسين السبعاوي عن طريق كتل سياسية هي اللي تختار قضاءاتها وبالتالي يشكلون مفوضية الانتخابات أنتم كمتظاهرين رافضين لهذه الخطة أم مع هذه الخطة طبعا هذه القرعة التي تمت قبل أيام وبإشراف أممي على أساس أنها بإشراف أممي هذه القرعة طبعا لعبوا بها دور رهيب من عملية اللفء والدوران والنصب والاحتيال حتى على ممثلية الأمم المتحدة طبعا اختيار القضاء تم على أساس المحاصصة بنسبة مئة بالمئة خليكون هذا معلوم وإحنا عرفنا القضاء واحد واحد الذين تم اختيارهم عرفنا كم شخص الطائف الفلاني وكم شخص الطائف الأخرى وكم شخص الحزب الكردي الفلاني والحزب الكردي العقر معروفة جدا 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 أخي إحنا اليوم القضاء العراقي يجب أن يكون قضاء عادل ويقف مع الشعب اليوم القضاء العراقي فدر أكثر من 2626 مذكرة قبض بحق متظاهرين عز الأبرياء تم اختيارهم تم اختيارهم إلى الجهات الحكومية بطريقة الخطف يا أخي نحن الآن شعرة معاوية قد قطعت بيننا وبين السلطة وكذلك السلطة القضائية لحد الآن لم تقف إلى جانب الشعب أين الفاسدين الذين نهبوا البلد أين السراق أين القتلى أين القناصين أين كل هؤلاء أنت تتحدثني عن قضاء يا سيدي القضاء أفضح في خبر كان الحضر لا يعد وإن غاب لا يفتقد نحن الآن نعيش في بلد الغاب بلد الميليشيات يا أخي نعم أستاذ حسين على موضوع أيضا في قانون الانتخابات الجديد يقول القانون يجب أن يكون الفاس في الانتخابات يحصل على 50% زائد واحد وليس على أعلى الأصوات كما يجب أن تقسم الدوارة الانتخابية كان المفروض بأنه كل 100 ألف شخص يكون ممثلها واحد في البرلمان كما جرت العادة لكن هنا في قانون الانتخابات الجديد اعتبروا أن قضاء من الأقضية هو دائرة انتخابية لوحدها شون تابعت هذا الأمر شوف أولا القانون أعطى 50% للأحزاب و50% على أساس القوائم الفردية هذه تخدم المتظاهرة بأن القوام الحزبية استولت هي نفس الشيء القوام الحزبية خدثت الخمسين تأتي على الخمسين الأخرى كيف كيف ستديرها هناك نقطة مهمة بهذا القانون النقطة الأولى المال السياسي والسلاح هو الذي يفرض نفسه سواء في القضاء أو في الناحية إما شراء ذمم أو تهديد أرواح اليوم المرشح المستقل لابس بس قاطة وجاي مقابل واحد ميليشياوي عنده مئة مسلح وراه هذا كيف رح ينافس لا يمكن المنافس هذا واحد ثانيا عندك اليوم أحد الأقضية مثلا وقاله 100 ألف أحد الأقضية به 150 ألف هل هذا يأخذ مقعده نصف أم يضاف له منطقة أخرى حتى يصير المقعد هنا المفوضية تتحكم بالجهة التي تريد أن تفوز وخصوصا في المناطق المختلطة طيب يعني مثلا حتى في الرمادي هي منطقة غير مختلطة على مستوى القبلي يتحكمون بها أنه هذه مثلا مثلا هذه عشرة الحلافسة يجيب القرم يخليها تتنافس مثلا مع منطقة أخرى هو يعرف هنا الأصوات للفلان الحلبوسي مثلا طيب فإذا هو الأمر حسم للمرشح الفلاني وأخذ أصوات من جانب الآخر لأنه غير ممكن تطبيق هذا القانون والمفوضية تدير أنه التزوير قائم بطريقة عالية جدا أنه يستطيعون أن يتحكموا من هو الفائز أو يعطوا البوصلة تتجه نحو الفائز لأنه لا يوجد قضاء حصرا بـ 100 ألف وإذا أسقطت 50 ألف من يحق له أسقطت هذه 50 ألف صوت لا يحق له فإذن المفوضية ستتتعامل هكذا أقضي مختلطة ماذا يفعل هذا القضاء 50 بي من المكون الفلاني ماذا يفعل يضيف على القضاء 150 هذا بالخمسين اللي هو مستحق نصف مقعد رح ياخذ نصف مقعد من يجيب 150 ما هو رح يضيف لأنه هذا ما مكتم للنصاب وذاك عنده زيادة طيب هذا من الممكن هذا رح يضيف غادي السوى هذا المستحق نصف مقعد رح ياخذ منك النصف كملة من الآخرين وذلك قسرة ونصف فإذاً هذا اللعبة التي تدار اليوم لو كانت القضاء مثلا به ممثل واحد أي أن كان عدده هنا رح يصير أيضا فوضى ما يجيب تعداد سكاني صحيح يعتبرون أقضي يعتبروها 500 ألف وكوضي أقضي اعتبروها عصر ألاف بيحق لها حتى الدخول بالانتخابات نحن اليوم أمام عملية فاسدة أمام عملية فاسدة أنا ما يؤسفني ويؤلمني كثيرا أن يقلون بإشراف دولي المفروض طيب هو شحب العراقي عرف كيف صارت اللعبة حتى أستاذ حسين المفروض شون يصير عملية الانتخابات أولا قانون سانت ليغو أن لا يرتفع نسبته عالية طيب يعني 1.9 هو لازم إيش قد يصير مثلا 1.3 1.4 هذا ممكن للأحزاب البسيطة الجديدة الناشئة تستطيع أن تدخل في حالة مثل العراق أنا أتكلم عن حالة عراقية لا أتكلم عن حالة أوروبية حالة عراقية قانون سيطلق ولازم يتغير هذا أولا دوائر انتخابية على أعلى الأصوات الفائز بأعلى الأصوات يأخذ الأعلى الأصوات اليوم أنا لا أدخل في أي قضاء من قضاء سين أخذ على الأصوات يفوز حتى له كان عدد مثلا 20 ألف القضاء لا ليست هكذا القضاء عادة في قرى تابعة له ناحية نفسة تابعة له لكن أن تضيف المفوضية أن تأتي بالقضاء وتقسم تقسيم غير إداري هنا وخصوصا في بلد متعدد المكونات والمذهب والعرقيات هنا ستتحكم وخصوصا في محافظة نينوة سيحدث مثل هذا في المناطق القبلية وفي جنوب بغداد وخاصة كاركوكسة تنفجر فيها لأنه العراق سبه ملغوم بهذه القوانين هم يأتون بقوانين ملغومة تنفجر وقت الانتخابات صاحب النفوذ والسلاح هو الذي يفوز هو الذي يفوز لا تجد انتخابات نزيلة القصة وين أنه هذه المجموعة السياسية التي أفسدت في البلد من الانتخابات منذ 2003 إلى أن في جميع انتخابات اليوم أريد لي واحد يقول أنه مرت انتخابات في العراق بدون تزوير إذا ثبت التزوير في خمس انتخابات على مستوى خمس حكومات في العراق هل يحق أن أحد يتق بهذه المنظومة كيف المستمع الدولي يقول شارك المستمع الدولي وحضر وشعب العراق العراق كيف تختم القرار حتى المستمع الدولي هذا القصة أستاذ علي عزيز أياد علاوي اتلاف الوطنية يعني طرح فدموضوع ربما يحل الإشكالية بحسب رأيها طبعا يقول أنا أدعو إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح شنو رأيك بهذا المقترح والله يعني فضل له يحتفظ بين نفسه إلى أياد علاوي هو أول رئيس وزراء السعين في سلطة الاتلاف الأمريكي فأياد علاوي أول من عمل المجازر بالفلوجة وبالنجف هذا الرجل عالم نوري المالكي اللي عمل المجازر بالمتراهرين لما خرجوا المتراهرين تحت التحرير وطعنوا المتظاهرين بالساكين والقامات يعني هذا الفلام نحن ما نقلق نسمع من أي شخص الآن قلت لك يا أخي هو اشترك بالعملية السياسية من 2003 لحد الآن ما شلون يقدر أستاذ علي هنا أنا أكو فد إشكالية ربما تكون يعني هي الحبكة ما للمشهد السياسي في العراق شلون ممكن يوفق برهم صالح ما بين الأحزاب السياسية اللي مصرة على أن يكون المرشح من كتلة البناء وما بين مطالب المتظاهرين يعني هو أهميا موقف محرج يعني برهم صالح أيضا هذا الكلام في حالة نحن محتجين ومتظاهرين فقط ويوجد طرف ثالث يصل وصيبين ومن الحكومة يا أخي نحن الآن بحالة انتفاضة يا أخي نحن نتفضلين على هذا النظام برمتها يشوى الرجل برهم صالح قدر يصمد بجه الأحزاب قدر يصمد بجه الميليشيات ما قدر يا أخي ولذلك طلع راح ركب طيارة خاصة الرجل وطلع من بغداد إلى السيمانية ووصل بالسيمانية نحن اليوم نحن لا نريد نتفاوق ويناك نحن نعتبرهم غير شرعيين حتى الانتخابات الأخيرة نثبت المشاركة بيها ما جاوزت التساط عشر منتعش بالمية من وين أتتهم الشرعية هل أتتهم الشرعية من ظهور الدبابات التي جلبتهم من شتى بقع الأرض إلى العراق هل تأتي الشرعية من الحليب الإيراني الذين رضعوه في طيلة هذه السنين الماضية من أين تأتيهم الشرعية من انتخابات لم يشارك بيها 80% من الشعب العراقي من 500 شهيد قتلوا من 20 ألف جريح من 5000 أعوض هؤلاء يجب أن يقتادوا إلى القضاء أستاذ حسين أنا آسف إذا كنت راح أتكلم ولكن هذا واقع الحال نحن هنا في قناة رافدين عابرين لمسألة الطائفية لا نعترف بمسألة الطائفية لأننا نرى هنا في قناة رافدين أن الطائفية بين الأحزاب السياسية وليس بين الشعب العراقي ولكن دعني هنا ربما أستعير مصطلحات أتى بها الاحتلال وذيول الاحتلال موقف الكتل السنية صامت لا حس ولا خبر شوف اليوم الكتل السنية أنت كيف تعرف بوصلتها وين متجها مع من تحالفت هذه الكتل غالبيتها مع كتلة البناء التي هي جزء من المشكلة وهي أس المشكلة أنا سمع التصريح قبل كم يوم أنه إيران تعول على بعض السياسين السنة أكثر ما تعول على بعض السياسين الشيائعين أو صليتي الأمر أنا هذا التصريح موجود وحتى من شخصية شيعية تكلمت بهذا الأمر اليوم الكتل السنية تتحمل مسؤوليتها التاريخية على ما يجري وما جرى وآخرها المقابر الجماعية والخفاء القصر الذي يجري لم يتكلم أحد منهم بكلمة واحدة لاحظ عندما تحالفوا مع كتلة البناء قالوا أنه كتلة البناء وعدونا بأن يعطونا ما نريد يابا أنتم لن تستطيعون تأخذوا ما تريدون في كل مرحلة انتخابية تقولون وعدونا وأن يعطونا وإذا تذكرون سابقا قضيتيا قضية العفو العام أنه من تشكل الحكومة سيصدر عفو عام ولحد الآن لم يحصل أي عفو عام مجرد يحصل عفو عام عن غير المسؤولين بالمادة أربع عرهاب وهما دولة غالبة المكون السنة مترهية أستاذ حسين إذا نرجع بالتاريخ لي وراء إذا نرجع بالتاريخ مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين اللي عقد في شمال العراق أعطت للسنة عشرين بالمية ومشوا على هذا القانون جورج بوش عندما قبل ما يدخل الحرب هذا عن مستوى رئيس الولايات المتحدة صرح تصريح مهم موجودة في مذكراته في صفحة ثلاثمية يقول أنه الغالبية الشيعية مضطهدة من قبل الأقلية السنية الحاكمة لحد هذه اللحظة لم يستطع أن يثبت كلامه هذا بدليل علمي من خلال تعداد سكاني لأن جميع تعداد سكاني للعراق لم يتطرق إلى المكونات والمذاهب والطوائف وإلى آخره جميعها هذه القصة التي اعتمدت ثلاثم المتحدة وشجعت عليها هي فرية وليست كذبة اعتراء أكبر من الكذب اليوم الكتلة السنية هي جزءا من المشكلة وتتحمل مسؤوليتها على ما يجري على أهل السنة من إخفاء قصري جثث مجهولة مقابر جماعية وكذبت على أتباعها وعلى حاضنتها بأنها ما أن تشارك سوف يعطوهم العفو العام لاحظ هناك قصة حتى ما أنساها قبل هذه الدورة قالوا أنه سيعطونا قرار بتشكيل الحرس الوطني أنه حرس وطني للمناطق السنية حتى ما يصير عليها خروقات وتجازات طائفية والآخرين تعرف في تلك الفترة ماذا تشكل تشكل الحسد الشعبي أنا لست طائفيا وإنما في ظرف مثل العراق والأمن مفقود بي لا بأس أن تكون القوى الأمنية من داخل المحافظة حتى تكون أعرف بالأمن ولا يصيبه وخصوصا في فوضى مثل العراق وإن كان المعروف اليوم لا يختلف عليه اثنين أنه استهدف المكون السني وأبيدة من 2003 إلى الآن واستهدف جميع المكونات الشعب العراق التي تعارض العملية السياسية لكن على وجه التحديد أنه واضح المكون السني دفع ثمنة غاليا دخول هؤلاء على أنه سيرفع عنه هذا الظلم بل زاد عليه الظلم ما تعتقد دخول الكتل السنية في بداية الأمر إلى مشروع الانتخابات من 2005 أعطى شرعية للحكومة الموجودة لحتى هذه اللحظة لطلتها شرعية أعطتها شرعية لكن علينا أن ندرك أن الشرعية هي ممنوحة فقط من المتحدة فرضتها بحكم هيمنتها وجود الكتل السنية زادة من هذه الشرعية اليوم لا شرعية لا شرعية سياسية لوضع محتل أي دولة محتلة لا توجد شرعية سياسية سوى شاركة السنة أم لم تشارك شاركة الشيعة أم لم تشارك انتخابات الأخيرة لم يشارك فيها للسنة والأشيعة 20% ما شارك فقط وال20% من زورة لا 20% من زورة طيب هل هذه الشرعية؟ اليوم الشعب العراقي بعمومه العملية السياسية الشعب العراقي أفقدها الشرعية بسببها عدم المشاركة والتزوير طيب في هذه النقطة أستاذ علي عزيز إذا نفترض جدلا يعني من ناحية الجدلية إذا موضوع صار حل البرلمان وانتخابات مبكرة يعني وبرهم صالح هو اللي قام بحسب المادة 64 من الدستور بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة إذا رشحت نفس الوجوه شنو موقفكم كمتباهرين تقاطعوا الانتخابات لو تشتركون بهذه الانتخابات لا 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 كلا كلا سيدي هذه الوجوه يمنعون منع باستن بأمر الشعب من تبوء أي منصب وبالتالي ممنوع عليهم أن يتبوؤون أي مكان مهما تكون صغيرة بالعراق الحديث هذا العراق الذي سوف نبني بدمائنا بأروقنا يعني إحنا اليوم قلت لك إحنا لحد الآن يرقصون على جثة شهدان كيف أسمح لهم كمسمئة شهيد والحبل على الجرار على قولة أهنة كيف أسمح لهم هؤلاء حقموا بلد في 16 سنة حقموا بلد وشتة العباد اليوم العراقي اليوم العراقي مشرد ما بين الدول المجاورة حتى داخل العراق العراق اليوم مشرد مهجر كل بسبب هؤلاء أدنى 4 ملايين عراقي خارج البلد أدنى مليون عراقي مهجر داخل البلد كل بسبب هؤلاء هذه الزمرة هذه الزمرة التي حكمتها من 2-3 إلى حد الآن هؤلاء المفروض بنا إحنا الآن يعني دنبونها ونؤكدها للعالم بأسري العراق يلقب هذه العملية السياسية بشخوفها أستاذ حسين خلي أخذ تصريح لصحيفة أخبار الخليج البحرينية تقول الصحيفة عدد من فصائل الحشد يفكرون يعني واخذين الأمر بجدية يفكرون بخطة انقلابية يسيطرون فيها على القرار السياسي في العراق على غرار تجربة الحوثيين في اليمن تعتقد ينجحون في هذا الوقت بدون رئيس وزراء وربما يكون في الأيام القادمة العراق بدون رئيس جمهورية شوف هذه واحدة من الخيارات الموجودة ممكنة هي ليست حتمية لكنها ممكنة هذا واحدة من الخيارات أنه الحشد قد يجز وضع خطة مع السليماني بأنه إذا ما الأمور خصوصا بعد استقالة برهم صالح أو قبول استقالته وينها المشهد كاملا نعم يبدأ بعملية انقلاب والاستيلاء على المؤسسات الدولة والهيمنة عليها وفرض حال الطوارئ هذا واحدة من الخيارات موجود لكن الشعب اليوم هم يدركون أنهم شوف اليوم لا يستطيع واحدة أن يحكم شعب رافضه بكامله مهما كان اليوم الشعب بغالبيته بأكمله يرافضه ثانيا اليوم لا نقول أنه المستمع الدولي غائم مطلقا أكو تطور أكو تحول نوعي لكنه بطيء بس مو فاعل بطيء بطيء فاعل لحد الآن لحد هذه اللحظة هو دون مستوى الطموة ودون المستوى المطلوب جميل لكن العراق العراق ليس بلد صحراوي معزول عن العالم العراق بلد مهم سواء على مستوى مواردة النفطية على مستوى موقع جيوسياسي على التطور الآن المستقبلا العالم يعني فيه تحولات مهمة جدا العراق جزء منها مهم جدا موقع العراق لهذا السبب لا أعتقد أنه المستوى الدولي سيترك العراق مطلقا للحشد ويفرض هيمنته لكن واحدة من الخيارات هو هذا وقد جز موضوع الخطة للحشد بأنه حتى على مؤسسات العسكرية ومخازنها يستولون عليها ويفرضون أمرا واقعا وأنا اليوم لحظت تصريح لجهاز مكافحة الأرهاب لفت نظري قال أنه طبعاً هو تغير رئيس جهاز مكافحة الأرهاب عبدالكريف شعر عبدالوهاب الساعد عبدالوهاب الساعد بشخصية أخرى فكان جميع مجتمعين وقال أنه الجهاز يتابع الأوضاع الأمنية بدقة ويدرك بحث لا يستطيع الإرهابين والأعداء الإرهابين معروفين طيب الأعداء منه والأعداء منه لم يصرح بها لكن تحت الأمور تحت السيطرة هذا تصريح مهم لجميع قادة الجهاز طيب وخصوصاً القصف الذي حصل قبل أيام من الميليشيات على المطار هو ليس على المطار هو على الجهاز نفسه واللي أصيب أصيب من الجهاز طيب فإذا أكو المؤسسة الأمنية رغم ما فيها من خلط وإلى آخر مع الميليشيات هي فيها حالة من التوتر وحالة من الحساسي وحالة من التناول كيف سيتعاملون يا المتظاهرين إذا صار انقلاب خلينا نقول انقلاب الميليشيات وهي صاحبة القرار السياسي بالنسبة للميليشيات ستقوم بمجزرة بمجزرة وأعتقد من أكبر مجازر التاريخ سيشهدها إذا ما قام الحشد بهذا الانقلاب سيجعل من بغداد أنهر من الدماء تجري من المتظاهرين من المتظاهرين وحتى من السلمين ويدخل بهم إلى البيوت لهذا السبب لا بد من الحذر من هذه النقعة الخطة الجهنمية التي هي واحدة من مجموعة خيارات تتبنىها القوى السياسية أستاذ علي عزيز إذا تطرق الأستاذ حسين سبعاوي إلى الاهتمام الدولي وقال بأنه ربما يكون بطي أنا قلت له الاهتمام الدولي هو غير فعال في إنصاف المتظاهرين أريد أذكر لك موقع المونيتور الأمريكي يقول مئات الناشطين في تظاهرات العراق تعرضوا للقطف والتهديد على أيدي ميليشيات مسلحة هذه الميليشيات تحاول إنهاء الاحتجاجات المستمرة في العراق أنتم شون يشوفون الاهتمام الدولي بتظاهراتكم هل فعلا يعني عطتها الحق حقها هل تعتقدون بأنه التحرك الدولي بطيء جدا مثل ما ذكر الأستاذ حسين السبعاوي التحرك الدولي لا يزال يعني ليس بالمستوى المطلوب طبعا مثل المستوى اللي احنا نترجعه بعد ما وصل لهذا شيء التحرك الدولي اليوم احنا نشوف مفوضية مفوضية الأمم المتحدة متمثلة بممثلتها بالعراق ضغطت على الحكومة العراقية من أجل تعديل قانون الانتخابات كذلك إلى جانب المتظاهرين وضغطت عليها من أجل احتيار الصواضية جديدة للانتخابات لكن يرقى هذا التحرك ليس بالتحرك الدولي المطلوب اليوم المجتمع الدولي يقف موقف متفرد احنا هذا كيف تتوقع مثلا ارطيك ارصط مثال شوف المظاهرات بلش يتحرك والرئيس الفرنسي قاد فرصة عمليات بهذا التحرك وتشوف موفد من الجامعة العربية داء إلا بيروت طيب ماذا العراق يترك لماذا العراق يترك أين الجامعة العربية أين منظمة المؤتمر الإسلامي أين أين دول الخليج أين هؤلاء كلهم أين منظمة الاتحاد الأوروبي أين هم من هذا الدم العراق الذي يستطف ويراق لماذا حين ترجع جاجات مصر ومظاهرات مصر إلى الأيام المجتمع الدولي تبله وقف إلى جارب الشعب المصري لماذا لا يقف أحد مع الشعب العراقي نعم لماذا من أي منطلق هذا التعور ينبع هل لأن الشعب العراقي هو شعب الحضارة والتراث الشعب الذي له انفضل على العالم بأسره بتعليم القراءة والكتاب هل هكذا ترد الأفضال نحن نتبح ونقتل ولا أحد يحرك لكن يا أخي يتركون الحكومة تسرح وتمرح بساحات التظاهرات وبنبائنا وحتى بعوائلنا اليوم عوائلنا يهتزون نحن كنا أشخاصين والعالم كله يتفرج نعم أستاذ علي بس قبل ما تغادرنا ربما الوقت شارف على انتهاء الأخبار تقول استشهاد متظاهر برصاص القوات الحكومية في ساحة الوثبة يعني الأجهزة الأمنية والميليشيات ما زالت تستخدم العنف المفرط تجاه المتظاهرين هل هذا سيثني من عزيمتكم على امتداد التظاهرات التي ربما يعني شارفت على الشهر الرابع لا طبعا بالبداية يعني ساحة الوثبة يعني احنا اليوم كالي جانسنس لطالما حذرنا ونبهنا انه اليوم ساحة الوثبة يعني بمنطقة نسوحة طبعا وانسا يمكن تعرف اكثر مناطق بغداد نعم ساحة الوثبة منطقة نسوحة وسهل التعرض لها من قبل الميليشيات ونحن ننصح كل ابناء انا واخوان من المتفضين بلتمركوز ما بين نتاحة الخواني انتهاء الى ساحة التحرير جسر الجمهورية عدم الذهاب الى ساحة الوثبة القوات الحكومية تستخدم ستة وسائل للعرض هناك الان ليلة ان تستخدموا قنابل غازية جديدة جدا جدا جديدة لا نعرفها نحن الان بفضل دراسة هذا النوع من القنابل الغازية ليلة ان تعطينا الشهيدين بتاعة الوثبة وليس شهيد واحد شهيدين وتم تشيعهما اليوم في ساحة التحرير نعم انا اشكرك استاذ علي عزيز الناشط المدني حدثنا من بغداد شكرا جزيلا لانضمامك الينا استاذ حسين السبعوي ساحة الوثبة سقط بها شهيد لكن هنا شون تفسر بانه الاجهزة الامنية الحكومية اضافة الى الميليشيات تمارس العنف واطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع على رؤوس وصدور المتظاهرين ما كفد الية معينة تجهت لها الحكومة والميليشيات في ربما يعني حتى لو كان الامر يعني فتح قنوات اتصال والحوار المباشر ليش دائما مصر على استخدام العنف شوفويا منذ اليوم الاول استخدمت الحل الامني منذ اليوم الاول استخدمت الحل الامني واستخدمت حل الامني خبيث انه طرف ثالث ملثمين مندسين بس اريد اشرح لك رواية وحدة حتى تعرف من هو الطرف والثالث وكيف تتحامل حكومة بازدواجية الذي قتل في ساحة الوثبة قبل اسابيع وعلقت جثته مهما يكن المقتول نحن ندين القتل والتمثيل بالجثة وهذا الامر لكن لاحظ كيف استنفرت الاجهزة الامنية والسياسية والمرجعيات وادانات وإلى آخر واليوم الثاني أو الثالث قالوا القينا القبض على هؤلاء المجرمين خمسمائة شهيد لحد هذه اللحظة لم نسمى إدانة ولا تصريح ولا استنفار أمني ولم يبقى القبض على أي مجرم ألمان أنه فيه فرق بنوع القتل الذي دا يحصل القتل في قنابل الغاز فالرئيس هذا معلوم وهو مخالف لجميع القوانين لكن أنه تخطف يخطف الناشط في أثناء عودته إلى البيت والكاميرات تصور القتل بالأسلح الكاتمة والأجهزة الحكومية الأمنية لم تتخرك ولم تعلن لنا ألقاء القبض مع العلم الصورة موجودة إذن هناك ازدواجية في التعامل ازدواجية في التعامل أنا لحظت أنه حتى القوى السياسية يا جماعة والله كنا ندين أي قتل كام لكن لماذا سكدتم على الخمسمية وما زلتم ساكتين صامتين صمت القبور إذن هذه هي الازدواجية أعتقد الحل الأمني استخدمتها واعتبت عليها الحكومة منذ البداية وستستمر قبل ما ننهيوية حضرتك إذا نفترض جدلا بأنه برهم صالح قبلت استقالته وهي أكو فترة أعتقد سبع تيام خلال هاي السبع تيام إذا ما يعدل عن قراره ربما وقالت كتلة البناء بأنه نحن سنوافق على الاستقالة طيب منه راح يملي الفراغ لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية راح يملي الفراغ طيب اليوم أنه رئيس البرلمان من يحل محرس الجمهورية طيب من يحل محل رئيس الحكومة من يستطيع أن يكلف بتشكيل حكومة لا يمكن الفراغ أصبح لا يمكن معالجته الفراغ الدستوري لا يمكن معالجته في حال قبول استقالة برهم صالح لأن حكومة مستقيلة والذي يكون يعني رئيس البرلمان إذا أراد أن يحل محل برهم صالح في حال وجود حكومة منتخبة غير مستقيلة فهو لا يحق له تكليف تشكيل حكومة لأنه فترة زمنية لدأوة الانتخابات مبكرة الفراغ لا يمكن إملائه الآن وأعتقد الحالبوسي سيحذو حذو برهم صالح طيب مشاهدين الكرام كما ستردنا صور مباشرة المتظاهرون يتوجهون إلى بعض من مقرات الأحزاب ربما سنشاهد ذلك نعم المتظاهرون في ساحة التحرير يتوجهون إلى بعض مقرات الأحزاب لغلقها نتابع وإياكم هذا الحدث الذي يريدنا بشكل مباشر من ساحة التحرير في بغداد لنستمع ما يقوله المتظاهرون بشكل مباشر يتوجهون إلى تصعيد على موضوع الأحزاب بالروح بالدن نفذيك يا عراب بالدن نفذيك يا عراب بالروح بالدن نفذيك يا عراب بالروح بالدن نفذيك يا عراب بالدن نفذيك يا عراب كوننا البات شباب لا يمكننا رويا وماكو فان وماكو فان ليش ليش أصب عليكم يا عراب يا الله على حساب على حساب كلاك الله للأحزاب كلاك الله للأحزاب كلاك الله للسرّة كلاك الله للخانة لا تركض لا تركض لا تركض على كيافك لو صلعب لو صلعب لو صلعب احنا ولد العراق وهم ولد الدول العمالاء اله ما الخوف من يوم اطلع بالتكتر لا تركضي لا تركض حياة عملها حياة عملها الشرفاء الأحرار بدينها بالخطوات التسعيدية السلمية من عجل حصم الامور لصالح الشعب العراقي والقضاء على المستدين والسراق الخانة اللي لا زاله يشوفون ويمواطنون من عجل يكون رئيس الوزراء من المتحذبين الخانة وهذا مرفوض صوت عالي ونقول كلا كلا للمهزاب كلا كلا للسراء كلا كلا للخانة كلا كلا للعملاء كلا كلا للسراء نعم 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 للهراء 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 كل أنا كل أنا صغاب أحمد بس å adelante أحيان أبغان themselves شاكوا البيت تبدون نسد البيت شاكوا البيت خلي العالم الشوف إذن مشاهدين الكرام كما شاهدتم المتظاهرون يرفضون ترشيح أي شخصية من الأحزاب لتولي رئاسة الوزراء مشاهدين الكرام في نهاية هذه التقطية أتوجه بشكر الجزيل إلى الكاتب والبحث السياسي الوستاذ حسين السبعاء وشكرا جزيلا وكذلك شكر موصول إلى الناشط المدني علي عزيز حدثنا من بغداد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة